بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والإكرام الحمد لله ذي الطول والإنعام أنعم علينا بعلماء كرام قاعدوا لنا القواعد والأحكام وفصلوا وبيّنوا لنا الحلال والحرام والصلاة والسلام على سيد ولدي عدنان سيدنا محمد النبي الأمي الأمين القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبعد أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهاد الثانوية الأزهرية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الفقه الحنفي وموضوع حلقة اليوم صريح الطلاق كنا أبناء وبناتي توقفنا في الحلقة السابقة عند مسألة الذي يقع طلاقه وقلنا بأن هناك بعض الأحاديث التي بيّنت ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه وفي رواية إلا طلاق الصبي والمجنون وتحدثنا أبناء وبناتي في نهاية هذه الحلقة عن حكم طلاق المكره وطلاق السكران وطلاق اللاعب والهازل وطلاق الأخرص وتحدثنا باستفاضة عن هذه المسائل وقلنا بأن طلاق المكره واقع واستدلنا بالحديث الذي فيه أن مرأة جسمت على صدر زوجها ومعها شفرة وقالت له لا تطلقني ثلاثا أو لا أقتلنك فناشدها الله فأبت فطلقها فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق أي لا رجعة في الطلاق فالمذهب الحنفي قال بأن هذا المكره قد تلفظ بالطلاق حتى وإن لم يقصده وكذلك حكم طلاق السكراني تحدثنا عنه وقلنا بأن طلاق السكران واقع تغليظا وزجرا له إلا الإمام الطحاوي وهو اختيار العلامة الكرخي كذلك فقال بأن طلاق السكران غير واقع وبالقياس هم قاسوا ذلك باعتبار حال المبنج وقالوا بأنه لا يقع طلاقه وقلنا بأنه في المذهب الحنفي وأريد أن ننبه مرة أخرى أبنائي وبناتي بأننا هنا نقوم بالدراسة فقط وفي مسائل الطلاق لا بد من عدم الإفتاء أنت تحيل المستفتي إلى در الإفتاء أنت تدرس وفقط لأنك هنا تعلم رأي وغابت عنك آراء ثم بعد ذلك أبنائي وبناتي تحدثنا عن طلاق الهازل وقلنا بأنه واقع وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه من طلق لاعبا جاز ذلك عليه هكذا أخبر نبي صلى الله عليه وقال أبو الدرداء رحمة الله عليه ورضي الله عنه من لاعب أو هازل بطلاق أو عتاق لزمة وفي هذا نزل قوله تعالى وَلَتَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوَى هذا أبناء وبناتي في من يقع طلقهم لفظ الطلاق هذا قد يكون إما صراحة أو دلالة لفظ صريح أو دلالة أو كناية صريح أنت طالق طلقتك أو كناية بمعنى أنه لفظ قد يحتمل معنى الطلاق ومعنى آخر فما حكم الطلاق إذا وقع بهذه الألفاظ إذا كان صريحا أو إذا كان بالكناية هذا هو موضوع حلقة اليوم هيا نرى ما المقصود بصريح الطلاق وما الذي يقع به وما المقصود بالكناية في الطلاق وماذا يقع به هيا أبنائي وبناتي صريح الطلاق ما المراد بصريح الطلاق وكناياته وهل يحتاج صريح الطلاق إلى النية وضح ذلك مع التعليل الإجابة أبنائي وبناتي أن المراد بصريح الطلاق هو الألفاظ التي تستعمل في الطلاق صراحة ويظهر المراد منها ظهورا جليا ولا تحتمل هذه الألفاظ معنا غيره كان يقول لزوجته أنت طالق فهذا اللظ يستعمل في الطلاق صراحة أما المقصود بكنايات الطلاق لألفاظ الكناية هذه في الطلاق فهي ألفاظ تحتمل معنى الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال مرة أخرى لا يقع بألفاظ الكناية الطلاق إلا بنية أو دلالة حال إذن علمنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية لماذا صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية أبنائي لأنه موضوع له شرعا فكان حقيقة والحقيقة لا تحتاج إلى نية ويعقب الرجعة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن وبعولتهن أحق بردهن طب ما الحكم إن نوى بهذه الألفاظ الصريحة الإبانة نقول ولو نوى الإبانة فهو رجعي أيضا لماذا؟ لأنه نوى ضد ما وضع له شرعا ضد ما وضع له شرعا ما معنى هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ المراد أن ألفاظ الطلاق التي يقع بها الطلاق قد تكون إما ألفاظ صريحة في الطلاق أنت طالق طلقتك مطلقة فهذه الألفاظ وضعت لهذا الشأن شأن الطلاق طبعا ومعنى بمعنى أنه هذا لفظ صريح في الطلاق لا يتحمل معنى آخر أنت طالق هل يفيد معنى آخر غير الطلاق؟ لا فلفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية لماذا لا يحتاج إلى نية؟ لأنه وضع له شرعا أصلا فكان حقيقة وهل الحقيقة تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية عكس كناية الطلاق كناية الطلاق قد هو لفظ قد يحتمل معنى الطلاق وقد يحتمل معنى آخر فبالتالي لا بد أن يحتاج إلى نية قال لزوجته مثلا أغروبي أو الحقي بأهلك أو اعتدي هنا اللفظ يحتمل معنيين إما معنى اعتدي معنى الطلاق أو عديد نعم الله عليك فهو قد احتمل معنى آخر فهل نقع الطلاق به مباشرة لا ولكن نسأله ماذا أردت ما نيتك فإن قال أردت الطلاق وقع الطلاق وإن قال أردت غير ذلك أو معنى آخر لا يقع الطلاق إذن أبنائي وبناتي صريح الطلاق يقع به الطلاق مباشرة ويقع به الطلاق ولا يحتاج إلى نية لا يحتاج إلى نية عكس كنايات الطلاق طب هذا أو هذه الألفاظ الصريحة أنت طالق أو طلقتك هل صريح الطلاق له أنواع نعم لصريح الطلاق أنواع هيا نرى هذه الأنواع أنواع صريح الطلاق أنواع الطلاق الصريح أبنائي السؤال يقول ما أنواع الطلاق الصريح وما الذي يقع بكل منهما إذا كان له أنواع فهل يقع بهذه الأنواع كلها طلاق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة هذا ما سنتعرف عليه أنواع الطلاق الطلاق الصريح نوعان أحدهما أنت طالق ومطلقة وطلقتك ثلاث ألفاظ طالق مطلقة طلقتك النوع الثاني أنت الطلاق هذا مصدر أنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا يبقى أول نوع أنت طالق ومطلقة وطلقتك والنوع الثاني أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا إذا كانت هذه الأنواع ما الذي يقع بها النوع الأول أن طلق ومطلقة يقع به ما يقع بالنوع الأول يقع بالنوع الأول طلقة واحدة رجعية إذن لو قال لها أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك بهذا اللفظ الصريح يقع به طلقة واحدة رجعية طلقة واحدة رجعية هل تصح فيه نية الثنتين والثلاث؟ لا ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث لماذا لا يقع بهذه الألفاظ الطلاق مرتان أو ثلاثة يقع به طلقة واحدة لماذا أولا لأنه نعت فرد وصف لفرد واحد يقال للواحدة أنت طالق ويقال للثنتين طالقان وللثلاث أنتن طوالق ونعت الفرد لا يحتمل العدد لأنه ضده ونعت الفرد لا يحتمل العدد لأنه ضده لماذا هذا بالنسبة للنوع الأول يقع به الطلاق طلقة واحدة رجعية ولا يحتمل أو لا يصح فيه نية الثنتين والثلاث لأن هذا لفظ واحد فقط فبالتالي لا تصح فيه نية الثنتين والثلاث طيب ماذا يقع بالنوع الثاني نقول الثاني تقع به واحدة رجعية لكن تصح فيه نية الثلاث دون الثنتين النوع الثاني أنت طالق الطلاق أنت الطلاق هذه الألفاظ هنا مصدر أنت طالق طلاقا تصح فيه نية الثلاث دون الثنتين إذن ما الفرق ولماذا ذلك نقول لأنه ذكر المصدر أنت طالق الطلاق أنت الطلاق أنت طالق طلاقا وهذه الألفاظ للمصدر تحتمل العموم لأنه اسم جنس ويحتمل الأدنى أقل الطلاق طرق واحدة فعند الإطلاق يحمل على الواحدة لأنه متيقن تيقن بأنه يريد أدنى الطلاق أدنى الطلاق الواحدة لأنه متيقن طب ما الحكم إنه الثلاث آه وإنه الثلاث وقعن يقعن ثلاثا لماذا لأنه محتمل كلامهم إذن التعليل لا تصح فيه نية الثنتين لأنها جنس الطلاق لا من حيث العددية الثنين هنا جنس الطلاق لا من حيث العددية بمعنى أنه إذا قال أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فهذه مصدر ثامن العموم فتصرف إلى أدنى عدد وهو الواحد لكن لا تصح فيه نية الثنتين وقد يحمل على الأعلى الثلاث يبقى هو الاحتلاف فقط أن النوع الثاني الذي ذكر فيه المصدر أنت طالق الطلاق لا تصح فيه نية الثلاث هو تصح فيه نية الثلاث دون الثنتين خالف في هذه المسألة زفر وقال تصح نية الثنتين فيه أيضا لماذا؟ قال زفر لأنها بعض الثلاث الاثنين بعض الثلاث وجوابه ما قلنا بأنه الثنتين جنس الطلاق لا من حيث العددية إذن أبناء وبناتي النوع الأول النوع الأول يقع به قوله أنت طالق مطلقة طلقتك يقع به الطلاق طلقة واحدة رجعية ولا تصح فيه نية الثنتين أو الثلاث لكن النوع الثاني أنت طالق الطلاق أو أنت الطلاق فهذا تصح فيه نية الواحدة ونية الثلاث لكن لا تصح فيه نية الثنتين وخالف في ذلك زفر قائلا بأن الثنتين هي إحدى أو أجزاء الثلاثة وقلنا أبناء وبناتي بأن هو ذكر المصدر أنت الطلاق يعني عندما يحب إنسان من درجته ويقول له أنت الحب فكأنها هي الحب كله فكذكر ما قال له أنت الطلاق فهذا لفظ عام مصدر فيحتمل الأولى واحدة لأن ذلك مطيق ويصرف إلى الأعلى لأنه قد يراد لكن لا تصح فيه نية الثنتين هذا بالنسبة لأنواع الطلاق يبقى إذن الطلاق الصريح نوعان أنت طالق مطلقة طلقتك النوع الثاني أنت الطلاق أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا هذا بالنسبة لأنواع الطلاق الصريح هناك مسألة أبناء وبناتي تحدث عن تعليق الطلاق بالزمان والمكان أو ما يراد به الطلاق المعلق سواء كان تعليق ذلك بزمان أو مكان هيا نجب عن المسائل الآتية المسألة الأولى تقول ما الحكم لو قاد لزوجته أنت طالق من هنا إلى الشام مرة أخرى قال لزوجته أنت طالق من هنا إلى الشام نعم الحكم أبنائي وبناتي لو قاد لها ذلك أنت طالق من هنا إلى الشام يقع به واحدة رجعية إذن تلقع طلقه رجعية لماذا وما الذي أفده قوله من هنا إلى الشام يقع به طلقه واحدة رجعية لأنه لم يزدها وصفا زوجته بقوله إلى الشام ما قابش جديد لأنه متى طلقت يقع في جميع الأماكن في مصر في الشام في أي بلد آخر إذن الحكم أنه يقع به واحدة رجعية لأنه لم يزدها وصفا بقوله إلى الشام فمتى قال لها ذلك طلقت في جميع الأماكن المسألة الثانية ما الحكم لو قال أنت طالق بمكة أو في مكة وما الحكم إنعنى به إذا أتيت مكة كان يعني به يريد به إذا أتيت مكة نقول لو قال لها أنت طالق بمكة أو في مكة طلقت في الحال في جميع البلاد لما بياننا يعني إيه؟ لما قلناه من أنه لم يزدها وصفا بقوله بمكة أو في مكة وإن عنا به إن أراد به إذا أتيت مكة لم يصدق قضاءا لم يصدق قضاءا لماذا لم يصدق قضاءا؟ وما معنى قضاءا؟ لأن الإضمار خلاف الظاهر قضاءا يعني بينه وبين الناس الحكم الآتي هو الذي يختلف قال لزوجتي أن تطالق في دخولك مكة إذن هنا تعلق الطلاق بالدخول تعلق الطلاق بالدخول لأنه أتعذر الظرفية والشرط قريب من الظرف فيحمل عليه إن دخلت مكة أو في دخولك مكة فالظرف قريب من الشرط هنا إذن لو قال لها في دخولك مكة تعلق الطلاق بالدخول تعلق الطلاق بالدخول أراد أبنائي وبناتي أن يقول في هذه المسألة هو أنه إن طلق أو إن علق الطلاق إن علق الطلاق هنا قال لزوجتي أن تطالق بمكة أو قال لها أن تطالق إذا أتيت مكة في فرق أن تطالق بمكة هنا لم يزدها وصفا مثل قوله لها أن تطالق من هنا إلى الشاء فالكلام الزائد هذا لم يزدها وصفا بذلك فتقع طلق واحدة رجعية طب إن قد لها أن تطالق إذا دخلت مكة أو في دخولك مكة إذن تعلق الطلاق بالدخول إذا دخلت مكة وقع الطلق رجعية إذا دخلت مكة فهنا اعتبر تعليق فعلق الطلاق على الدخول إذا دخلت مكة وقع الطلاق هيا بنا نرى المسألة الأخرى تقول ما الحكم لو قال لزوجته أن تطالق غدا وما الحكم لو نوى آخر النهار قال لزوجته أن تطالق غدا وما الحكم لو نوى آخر النهار والله إن قال لزوجته أن تطالق غدا تقع بطلوع الفجر لأن الغد يبدأ بأول جزء من الفجر لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فلزم أن تكون طالقا في جميع الغد ولا يكون ذلك إلا بوقوعه في أول جزء منه والفجر أول جزء من الغد ولو نوى آخر النهار نوى بذلك آخر النهار صدق ديانة لا قضاء صدق ديانة لا قضاء لماذا؟ لأنه مخالف للظاهر إلا أنه يحتمل هذا اللفظ قد يحتمل ذلك لأنه تخصيص فيصدق ديانة فيصدق ديانة أما لو قال لها في غد صحت قضاء وديانة صحت قضاء وديانة الأولى صدق ديانة فقط لكن في كلمة في غد صح فيه قضاء وديانة لماذا هنا؟ لأنه حقيقة كلامه لأن الظرف لا يوجب استيعاب المظروف في غد وإنما يتعين الجزء الأول أول الفجر يعني أول الغد عند عدم النية لعدم المزاحمة لعدم المزاحمة خالف في هذه المسألة الصاحبان فقال هو الأول سواء سواء قال لزوجته إلى نوع آخر النهار أو قال في غد لماذا؟ لأن المراد منهم الظرفية لأن نصب كلمة غدا على الظرفية فلا فرق هنا أجاب عنهم أو أجاب أبو حنيف فقال بأن قول المطلق هنا غدا للاستيعاب مثله ونظيره قوله لا أكلمك شهرا وفي الشهر نفس المعنى ونفس الدلالة ودهرا وفي الدهر وإذا كان الاستيعاب فإذا نوى البعض فقد نوى التخصيص وعلى هذا الخلاف أن تطالق في رمضان ونوى آخره ما معنى أبنائي وبناتي صدق قضاءا وصدق ديانته لو قلت زوجته أن تطالق غدا إذن غدا متى يبدأ؟ يبدأ غدا بأول جزء منه وما هو أول جزء من الغد؟ ألوع الفجر فإذا ما طلع الفجر وقع الطلقة هذا هو المعروف والظاهر وإذا قال الزوجه لا لم أريد ذلك بل أردته يعني آخر النهار يعني غدا لو بكرة دوت مش عايز أول الفجر أنا عايز مساء العصر أو المغرب أو العشة أو ما إلى ذلك قيل يصدق ديانة لا قضاءا ديانة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن لا يصدق قضاءا فيما بينه وبين الخلق هذا إن قال أن تطالق في غدا أو أن تطالق غدا ونحن قلنا يقع بأول طلوع الفجر وهو قال أردت لا بعد ذلك فهنا يصدق ديانة لا قضاء وقال الصاحبان في مسألة أن تطالق في غد في غد هنا نحن نقول بأنه إن قال أن تطالق في غد فهنا أبنائي وبناتي يقع أيضا بطلوع الفجر هذا لا خلاف فيه في أول يزء من الليل من الغد وهو الفجر ويقع فيه لكن قلنا بأنه إن قال أن نويت به آخر النهار أو منتصف النهار صدق قضاءا وديانة صدق قضاءا وديانة وقال في هذه المسألة الصاحبان وقال هي من حكم النفس حكم المسألة الأولى لأن فيه تعتبر استيعاب فقلنا نحن نعم هناك استيعاب لكلمة في غد هما قلنا أن غدا منصوب على الظرفي فيحتمل قلنا بأن الاستيعاب هنا قد يحتمل كلمة في غد أفات الظرفية قد تحتمل أول وهو أمر متيقل أول الفجر وهذا لا خلاف فيه وقد تصرف إلى أن نستطيع أن نحملها إلى آخر النهار أو منتصفه هذا بالنسبة لقوله أن تطالق في غد هيا نرى المسألة الأخرى ما الحكم لو قال لها أن تطالق اليوم غدا أو غدا اليوم أو قال أن تطالق قبل أن أتزوجك نقول لو قال أن تطالق اليوم غدا أو غدا اليوم يؤخذ بأولهما ذكرا لماذا؟ لأن قوله اليوم تتنجيز فلا يتأخر وقوله غدا إضافة والتنجيز إبطال للإضافة والتنجيز إبطال للإضافة فيلغو أما لو قال لها أن تطالق قبل أن أتزوجك فليس بشيء وكذا إذا قال لها أن تطالق أمس وقد تزوجها اليوم لماذا؟ لأنه أسند الطلاق إلى حالة منافية لوقوع الطلاق هي أنها ليست زوجة له فلا يقع الطلاق قوله قبل أن أخلق أبناء وأبناءتي أردت أن أقول بأن في هذه المسألة لو قال لها أن تطالق اليوم غدا اليوم هذا تنجيز اليوم فلا بد أن يقع اليوم وكلمة غدا التي أتت بعد كلمة اليوم هذا يعتبر إضافة فيعتبر لغوا لو قال لها أن تطالق غدا اليوم قلنا يؤخذ بأولهما ذكرا غدا يبقى يقع غدا اليوم يقع اليوم لأن اليوم تنجيز وإذا أسند الطلاق إلى حالة منافية له كقوله لمخطوبته أن تطالق قبل أن أتزوجك هو لا يملك هذا أو أن تطالق أمس هو قد تزوج اليوم هذا لا يقع لأنه أسند الطلاق إلى حالة منافية له لأنها ليست بزوجة له كمن قال أن تطالق قبل أن أخلق أو قبل أن أتزوجك أن تطالق أمس أن تطالق قبل أن أتزوجك هذه الألفاز كلها تنافي حقيقة الطلاق أسند الطلاق إلى حالة منافية له هذا أبناء وبناتي ما أردت أن أوينه وأوضح لكم في هذه الحلقة من صريح الطلاق التي لا تحتاج إلى نية والطلاق يقع بها مباشرة عكس كنيات الطلاق هذا أبناء وبناتي ما أردت أن أقول أدعو الله لكم في ناتي هذه الحلقة أن يحبكم ويعزكم ويرفع من ذكركم وشأنكم وبهذه الحلقة ينفعكم والله أدعو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته